اهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين في الفضائية الارامية وحلقة من سفر الملوك الثاني الاصحاح السابع اليوم اعزائي المشاهدين راح اشارك معكم في خمسة دقائق عن قصة جميلة جدا ايام زمان النبي اليشع وملك ارام ومدينة السامرة تقدر ان تقرأ هذه القصة في السفر ملوك الثاني الاصحاح السابع ومن بداية الموضوع هو عباوت رفع الحصار وكيف النبي اليشع انه تنبأ بالفرج لان مدينة السامرة كانت في ذاك الزمان محاصرة حصار شديد من قبل ملك ارام الى درجة بحيث وصلت انه المجاعة الى درجة انه الام تقتل اولادها وتسلقهم لكي تأكل والمدينة بكاملها كانت محاصرة وهذا هو وضع اليوم في العالم اليوم اذا انت عايش في امريكا او كندا او في الشرق الاوسط وكأنه العالم محاصر وهذا المحاصر هو عدونا هو ابليس هو الشيطان اللي يريد يحاصرنا حتى لا نربح الحياة الابدية وذاك اليوم المدينة كانت مدينة السامرة كانت محاصرة وكان اكو اربعة رجال بورس والبورس انا ذاك ما كان في ذاك الزمان يقدر ان يعيش لا في السامرة ولا في اورشليم ولا مع البشر ليش لانه هو ابراس فكلمة الله تكون وكان اربعة رجال بورس عند مدخل الباب فقال احدهم لصاحبه لماذا نحن جالسون هنا حتى نموت يعني هم قالوا نفسهم انه احنا جالسين هنانا بين المدينة وبين العدو العدو انا ذاك كان ملك ارام وجيش الاراميين الذين كانوا محاصرين مدينة السامرة لا يقدرون يدخلون الى السامرة ياخذون اكل ولا يقدرون يوصلون الى العدو فاذا يقولون واحد للثان يقول اذا بقينا هنا فاحنا ميتين ميتين اذا رحنا للسامرة فاورادي الناس هناك ميتين من الجوع فاحنا ايضا رح نموت معهم سو هذا الاحتمال ايضا غير بل لكن على الاقل اكو عندنا احتمال الثالث وهو ان نروح الى اتجاه العدو اللي هو ملك الارام وجيش الاراميين ويعني نتوسل بهم اذا قتلونا فاحنا اورادي ميتين واذا احيونا فاحنا الرب رح يخلصنا فانا بس اريد اقرأ اية السادسة او شوية منها تقول فهم طبعا داخلين الى منطقة الاراميين او الى حدود الجيش الذي هو يحاصر مدينة السامرة المهم في الاية خمسة يقول فقاموا في العشاء ليذهبوا الى محلة الاراميين فجاءوا الى اخر محلة الاراميين فلم يكن هناك احد فان الرب يعني ماكو ولا واحد من الاعداء من الجيش الاراميين باقي هناك وين رحوا انهزموا ليش هربوا ليش شوفوا السبب يقول فان الرب اسمع جيش الاراميين صوت مركبات وصوت خيل صوت جيش عظيم فقالوا الوحد لاخيه هو ذا ملك اسرائيل قد استعجر ضدنا ملوك الحثيين وملوك المصريين لياتوا علينا فقاموا وهربوا في العشاء وتركوا خيامهم وخيلهم وحميرهم لكن بالحقيقة ما كانكو هذا الكلام اي صحة وانما كانوا يعني او الرب دبر هذا الصوت في اذان الععداء لكي ينهزموا رح اقفز الى الاية التسعة ثم قال بعد ما شافوا انه تأكدوا انه العدو راح والاراميين هربوا وخيلهم وحميرهم وخيمهم والاكل والشرب كل موجود فاكلوا شربوا شافوا الذهب وفظة ثم قال بعضهم لبعض لسنا عاملين حسنا هذا اليوم هو يوم بشارة ونحن ساكتون فان انتظرنا الى ضوء الصباح يصادفنا شر فهلما الان ندخل ونخبر بيت الملك يعني باختصار بعدين انا اريد اربط هذا الكلام بالتبشير والكرازة والارامية والاحتياج هؤلاء الاربع البورس اما بورس يعني اش تتوقع اذا اكو واحد يعني ضعيف بحيث ما يقدر يسوي كل شي هو مو الفقير ماديا وانما المريض جسديا وخاصة البرس الذي هو يكون عادة معزول عن المجتمع يعني ما يقدر يختلط لا يروح الى الهيكل ليصلي لا يقدر يروح الى حفلة لا يقدر يروح الى تعزية لا يقدر يروح الى السوق حتى ما يقدر ينام مع زوجته او في مع عائلته واولادي ثم هؤلاء البرس قال بعضا بعضا احنا ليس عاملين حسنا هنا واليوم هو يوم بشارة يعني شنو يعني بعد ما شافوا انه good news انه الحمد لله انه العدو الذي كان محاصر مدينة سامرة انهزم بعد ما كو حصار بعد رفع الحصار فدي يقولون انه خلونا بسرعة ان نرجع الان نتوجه باتجاه السامرة وننطيهم الخبر الزين الخبر المفرع فقال فان انتظرنا الى ضوء الصباح يصادفنا شرا قبلها هذا هو يوم بشارة ونحن ساكتون هذا هو يوم بشارة قالوا واحد للثاني هذا هو يوم بشارة ونحن ساكتون واليوم ايضا بالنسبة لنا في عام 2014 هذا اليوم هو يوم بشارة وانا ساكت وانت ساكت ماكو اعظم من هذا اليوم اليوم هو يوم بشارة والعالم في امس الحاجة الى بشارة بط اي بشارة البشارة الحقيقية اللي هي كلمة الله عن قيامة الرب يسوع المسيح من الاموات عن الحياة الازلية عن الحياة الابدية قالوا ونحن ساكتون فان انتظرنا الى ضوء الصباح يصادفنا الشر فان انتظرنا الى يعني بكرة الصبح الله راح يعاقبنا راح يصادفنا الشر ليش لانه السامرة في حالة مجاعة واليوم العالم في حالة مجاعة بس اي نوع من المجاعة مو بس مجاعة اكل وشرب وايكونومي واقتصاد لكن المجاعة الرئيسية اللي جاي تواجهنا هي مجاعة روحية العالم جاي يموت او ميت روحيا ويحتاج واحد مثلي ومثلك ان نوصل هذا الخبر الزين this good news الى العالم فهلما الان ندخل ونخبر بيت الملك وفعلا قرروا ان يتركوا الاكل والشرب والخيول والحمير والخيم والذهب والفضة فضة الاعداء يعني اللي هم الارام والملك الاراميين الذين انهزموا بسبب خوفهم وقالوا او تركوا كل هذا ووصلوا الى بيت الملك في السامرة حتى يوصلوا الخبر السار the good news شنو كان الخبر سار انه العدو الذي كان يحاصر المدينة انهزم اليوم ايضا بالنسبة انه العدو الذي كان يحاصرنا ويحاصر عوائلنا ويحاصر كنائسنا ويحاصر دولنا انهزم وانكسر بواسطة دم المسيح على الصليف ونحن في هذه الاسابيع ونحن مقبلون الى الجمعة العظيمة ومناسبة عيد القيامة انه يجب نحن ايضا ان نقول فهلما الان ندخل ونخبر بيت الملك عزيزي المشاهد اختي المشاهدة اذا اكو يوم في تاريخ في زماننا هذا لكي ننقل الخبر السار فهو هذه الايام الاخيرة حتى نبشر بكرازة الرب يسوع المسيح وكلمة الله الى الذين لا زالوا بعيدين عن دائرة المسيح المشكلة هي موف في العالم السبب هو ليس الناس يعيشون في الظلام المشكلة هي ليست الارواح الشريرة التي هي مقيدتهم وانما المشكلة انه نحن بينا نحن الكنيسة انا وانت انه ما جاي نوصل الهم وانوصلهم كلمة الله انا اشجعك عزيزي المشاهد ان تسمع ان اتمنى واصلي انك انت سمعت صوت الله سمعت دعوة المسيح اليك لكي تذهب وتبشر مثل ما عملوا هؤلاء البورس الاربعة لكن في الختام انا يجب ان اكون صريح ايضا انه او هذه الكرازة وهذه الفضائية وهذه الخدمة في امس الحاجة لكي تمد يد العون لكي نقدر ان نستمر وندخل الى المدينة ونبشر المدينة الذين هم تحت حصار المجاعة والعدو بالخبر السار اللي هو خبر القيامة خبر الخلاص بدم الرب يسوع المسيح ارجوكم ان تدعموا هذه القناة وصلنا الى لحظات حرجة جدا الارامية في حالة خطر الذي ارجوه منك ان ان تمد يد العون وترفع سماعة التلفون وتكون جزء من هذه الخدمة لكي نقدر ان نستمر ونوصل رسالة الخلاص الى الامم كلها باسم الرب يسوع المسيح والرب يبارككم جميعا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة